فده أمر مهم جداً حبيت أن أتكلم فيه مع حضراتكم مع بداية حلقة اليوم لكن لسه مكملين الكلام بالتحديد في صورة مصر لأن بصراحة بصراحة أنا أحب يعني زي ما حالكم تعودين معي كده أنا بتكلم بصراحة إحنا آه أهلوية وطبعاً في نازمة الكوية حلوة أول لكن اللي بيهمنا في الأول في الآخر إيه بلدنا اللي بيهمنا في الأول في الآخر إيه مصر ده الأهم من كل شيء آه أنت بتنتمي لنادي مفيش مشكلة لكن انتمائك الأول والأخير بيبقى البلدك اللي هي جمهورية مصر العربية اللي احنا دايماً بنحاول نحافظ على شكلها وبنحاول أن احنا نطور منها وبنحاول أن احنا نخليها في أبهى صورها دي مسؤولياتنا كلنا كشعب مصري كجماهير كور كأي شيء أي حد منتمي لمصر ده طبيعي فبالتالي أنا عندي مقالين منهم مقال بصراحة قطع قلبي يعني بصراحة وأي واحد هيقرأ يعني جسمه هيأشعر وحيدايق جداً من المشاة ده اللي حصل المقال الأولاني منين؟ من جريد الاتحاد الإمراطية بعنوان مصر اللاتي كتبوا مين؟ لأستاذ محمد البادع وهو كان بديع في كتابة هذا المقال في الحقيقة يا ريت يا جماعة تعرضوا لي المقال نفسه يا ريت تعرضوا لي المقال نفسه طيب هتوعرضوا لي قالك إيه الراجل؟ الأستاذ محمد البادع قالك أمس الأول جلست كما أعتدت قديماً يعني أنا كنت دايماً أول مبارح أعدت عشان زيما أنا متعود أستنى وتابع مباراة القمة مباراة الأهلي والزمالك أتركب مباراة الأهلي والزمالك التقوص تغيرت قطعاً لكنني أحاول أن أتشبث بما أحب أصدقى على إيه؟ أنه هو يحب طبعاً مبارات القمة والأهلي والزمالك مش هو ده مش حالو هو بس ده حال كل الوطن العربي حال كل الجماهير الأهلوية والزمالكوية اللي موجودين في الوطن العربي ولي лишь الجماهير الأهلي بS بالمناسبة غير عابق بالتصرحات وتكهنات لكن في كل الأحوال ظني كان دائما أنه لا شيء في مصر يخلف الموعد وأنه مهما حدث سينصع الجميع للكيان يعني أي حاجة ستحصل سينصع الجميع للكيان اللي هو مين في الأول وفي الأخر اللي هو مصر للتاريخ وللنيل وللهرم وللريادة سينصع الجميع لمصر التي في خاطرهم وخاطري ده اللي هو إيه؟ الأستاذ محمد البادع فبيتكلم بقى لك وليس اللي حصل لك ورأيت كما رأيتم كيف كان الحال فالمدرجات الخالية التي اعتدناها لم تعد تكفي لنضيف إليها جرحا جديدا وقف الحكام الأجانب يضحكون وخبالك المنظر عمل إزاي؟ وإنهالت التسريبات عن فريق الزمالك وهل يأتي أم لا يأتي وهل تحرك الباص المعطل فاق كبري أكتوبر أم لا؟ وهل عادا لعبون الناشئون إلى بيوتهم أم ماذا؟ طبعا الكلام ده مش في مصر إحنا اللي كنا منتابعه الهزار اللي كان بيحصل ده مش في مصر بس لا ده في العالم كل والوطن العربي تحديدا قبل أن تنطفق الأنوار ويدرك الجميع أن أشياء كثيرة قد تغيرت أهل مصر لم يعودوا كمكانه ومصر لا تستحق ما يفعله بها بعض أهله بعض أهله عشان برضو الكلام يبقى أي واضح وبعد كمبي يتطرق لكيمة مصر لدى الوطن العربي قال لك إيه لا يمكن أبدا أن يقول ليه أحد هذا شأن مصري يعني لو أنت بتتكلم فيه أنت مالك ده حاجة تخص الكرة المصرية الرياضة المصرية بتتكلم فيه لا محدش يقول لي كده فمصر شأن وقلب وعقله كل عربي لا يمكن أن تمنعونا عن حبها ولا عن القلق عليها ولا عن البكاء من أجله أيها هو كده لو ينفع يبقى أوضح عشان الناس تشوفوا يعني ونحن نرى النادي لديكم أي نادي أهم وأحب من مصر برضو إحنا عايزين نقوله في الحتة دي بعض مش كل الأندي بعض الأندي أو قليل جدا جدا من الأندي كمل كلامه قال أتابع مثلكم تمام ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي ومعظم الأصدقاء على صفحته من المصريين أتابع نكاتهم وتعليقاتهم وألمس تغيرا طرق على الحالة المصرية تغيرا لا يقوليك بهذا الشعب الذي لم تعد النكتة لديه كما كانت نقية مبهجة ولا الاحتمال كما كان لا يكترس بشيء ويجادل في كل شيء ويهون عليه أي شيء لكن آخر ما ظننته أنه يهون الوطن برضو لدى البعض القليل جدا لازم نتأكد على الجزئية دي في ناس يهون عليهم الشكل السورة بتاعة مصر آه حصل حصل فعلا في ناس هانا عليهم صورة مصر أو المبارح شوفنا في ناس هانا عليهم صورة مصر وناس تلوا قاعدوا يتحكوا وقاعدوا يهزروا وقاعدوا يطلعوا مبرارات مدحكة أمس الأول لم يكن ما حدث مجرد إلغاء مباراة يعني ركزوا ما خلوا بالكو طويل معي شوية لأن المقال ده في الحقيقة قوي جدا قوي جدا يعني أمس الأول لم يكن ما حدث مجرد إلغاء مباراة ولا ما سبقها ولا ما تلاها من توكوس الكرة مصر أكبر من الأندية ومن فيها ومن الفوز ومن الجماهير مصر التي عليكم وأنتم تكتبون أو تتكلمون أو تشجعون أن تضعوها نص بأعينكم مصر ليست فقرة في برنامج فكاهي ولا إجابة بنعم أم لا مصر جغرافيا وتاريخ ومائة مليون نسمة وعلى منشيد مصر لا يمكن أن تكون فيه هتاف بزيء ولا مشهد مقزز ولا سخرية أو سخرية ساخر ولا استعراض مدعي مصر كبيرة وجميلة فلا تحجبوا وجهها الجميل عملوها كما يوليك بها ودعونا نراها كما اعتدناها سيدة سيدة الدنيا وأجمل ما في الدنيا يعني حاجة بصراحة حاجة بصراحة تدايق لما صحفي كبير بيتكلم عن حب المصر وتأديره المصر والحاجات اللي اتغيرت في مصر بالتحديد فيما يتعلق بكرة القدم عشان كامي يا بواضح فيما يتعلق برياضة المصرية وكرة القدم ويسرت كل هذي الأمور فأنت لازم تتدايق لو بتحب بلدك أكيد هتتدايق تمام؟ لو انت بقى مسؤول مسؤول في الرياضة المصرية أنا يعني بطلب منك اقرأ المقال ده عشان تتحرك وتعالج وتعاقد وتاخد كرارات بعد إذنك وخليك سريع شوية عشان تعالج الصورة دي عشان تعالج المظهر اللي احنا وصلنا له ده بعد إذنك في مقال تاني بقى بيتكلم على شئ يخص النادي الأهل للأستاذ حمدي رزق الكاتب والناقض الكبير يعني في بواية أخبار اليوم وبيتكلم عن إيه؟ بيتكلم بعنوان بيبو 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 وياريت يا جماعة تعرضوا برضو المقال هو الرجل يتكلم في عدد كبير جدا من الأمور بيتطرك لإيه؟ بيتطرك لحتة هدوء الخطيب إن الرجل ده هادي وإن يعني صوته واطي بيتحرك أو بيتصرف بحكمة واضحة جدا أنا حقوله حرككم معنى الكلام يعني بحكمة واضحة البعض دايما بيطالبوا إن هو ينصاك للي بيحصل للأصوات العالية لكن هو دايما بيتعامل بأخلاقه وبأدبه وبقيم ناديه وده أمر فعلا وقعي أمر فعلا بيحصل تمام؟ قال كمان إيه؟ ليس سرع من خطيب ليس فيه كامل لأقتل صحية ربنا يا رب يشفيه وعافيه بإذن الله والغضب الأهلاوي العارم والرفض لتحكيم العقل صار علنيا الغضبون يطلبون من الخطيب غضبا إن هو يغضب ويشيت يعني والخطيب يتقبط شرا ولا ما بيشعلش النار يعني غيره ينفخ فيه فوهة البركان وده حقيقي ده حقيقي وممكن من الضغوط تلاقي رئيس النادي الأهلي مثلا أو كابت محمود الخطيب غضبا عنه يخرج عن شعور لكن هو متحكم جدا هو عارف جدا إيه اللي يعمله هو عارف جدا إيه اللي يتصرف فيه عارف جدا هو ماسك نادي إيه رئيس نادي إيه بخلاف أخلاقه وأدبه وتربيته ده أمر مفروغ منه قال لك بقى الأهم اللي جاي بقى الأستاذ حمد الرزق قال لك إن فيه حرب كروية أهلية وشيكة بسبب إيه بسبب اللي بيحصل والتهاب الأعصاب والشياط مهم جدا تحكيم العقل لأن الفتنة تنظر بعواقب وخيمة والأجواء مشحونة والجماهير عن آخرها لعمري لم أرى شواهد حرب كروية أهلية كما أرها تلوح في الأفق الآن يعني بيقولك كل اللي بيحصل والفتنة اللي بتحصل دي بتنظر بحرب كروية أهلية لقدر الله يعني يا عمراء ما اعتصد بس يعني يعني المشهد المشهد سيء يعني قال لك هدوء الخطيب ده أمر مطلوب في فقرة من ضمن فقرات أيضا هذا المقال الرائع في الحقيقة لأستاذ حمد الرزق من هنا يصبح هدوء الخطيب وتعقله مطلبا وأمثاله من العقلاء مطلوبون بشدة للجم الكارثة للجم الكارثة ونزع الفتين تمام يعني لازم لازم يبقى فيه عقلاء زي الكابت المحمود الخطيب وبالنسبة عشان بس حدش يقول لأس انتوا في قناة الأهلي والكلام من ده لا هو حتى لو احنا في قناة الأهلي هو احنا هو الكابت المحمود الخطيب راجل جامد جدا راجل مهم دي جزئية الجزئية التانية دار للأستاذ دي حمد الرزق هو اللي بيتكلم في الموضوع ده وإحنا لما بنحب بحد أو بنشيط بحد عشان اخلاقه عشان تربيته وعشان قراراته والرازينة والعقلانية عشان تبس ايه لأمور تبقى واضحة فكل الأمور دي متوفرة في الكابت المحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تمام قال لك وكسر الحلقة الشريرة وتخفيف حدة الاحتقان وإقاف نزيف الكرة المصرية وحقن الدماء ده من خلال التصرفات بتاعت رئيس النادي الأهلي قال لك معروف للجميع جدا حزن المدرجات على الأحداث ومذابح اللي حصلت سواء مسبحة برسعيد أو الدفاع الجوي قال لك باللي بيحصل ده بالأصوات العالية واللي احنا بنشوفه في التلفزيون ما يستبعدش أستاذ حمد الرزق لقدر الله يعني أن يبقى فيه حاجة تالتة لقدر الله يعني يتمنعش إطلاق وبيتكلم في النهاية قال لك أن العقلاء أمثال الخطيب مطلوبون وبشدة كالكوحل الأبيض في الزمن الأسود وإن لامهم البعض أو لامهم أو اتهمهم بالضعف والخزلاء كل هذا سمن بسيط في سبيل منع المسبحة الثالث التي يجهز لها ويحرص بعض المتهوسين الأرض خزبط تحت أقدام اللعبين والجماهير بإشاعة الفتنة الكروية لعن الله من أيقظها ومن عمل عليه يعني أعتاكم مقالين مهمين جدا بيعكسوا حال الرياضة المصرية وبيعكسوا صورة الكرة المصرية تحديدا بعد ما حدث سواء بقى في السوبر أو في مباراة الكبر تحديدا